كيف رأيت الاجتماع وخاصة التوجيهات اللي قام بيها دكتور مصطفى مدبولي للمحافظين وللوزراء اللي كانوا موجودين وبعدها نشوف بقى موضوع الكهرباء مع حضرتك يعني كان بالنسبة لاجتماع مجلس المحافظين يمكن كان هناك عشر ملفات على طاولة هذا الاجتماع لو بدأنا مثلا باستعدادات العام الدراسة احنا عارفين العام الدراسة ان شاء الله سيبدأ مع نهاية هذا الشهر ولكن هو عملية التوجيه بخصوص طبعا الصيانة للمدارس والمرافق ودورات المياه ومن ذلك يعني هي الصيانة الدورية بالنسبة للمدارس والمدريات والإدارات التعليمية وعقل لما بتكون هناك مدرسة يعني بيكون فيها صيانة شاملة بيتم تحويل الطلبة أو التلاميذ لمدارس مجاورة قريبة منهم الأمر الآخر طبعا مجلس المحافظين تحدث عن معارض أهلا يعني مدارس وما لذلك طبعا رئيس مجلس الوزارة كان افتتح المعرض الرئيسي في القاهرة وكذلك محافظة للجهزة ده من ضمن يعني 58 معرض رئيسي على مستوى الجمهورية بالإضافة طبعا هناك لا يقل عن 108 يعني معرض فرعي موجودين في كافة المحافظات والهدف هو احنا شايفين هناك يقبال كبير من المواطنين وأولياء الأمور والأول مرة طبعا بيوجد طبعا الكتب الخارجية في مثل هذه المعارض وكذلك الزي المدارسي نزل بسريعا استاذ المحافظة بالنسبة لي وده يمكن مصار من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية امتى يتم طبعا موضوع قانون التصالحة ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء امتى يفتح وامتى يعني الحكومة هتنتهي من هذا المشروع القانون وخاصة الحكومة قضعت شرط كبير في هذا الأمر بدليل ويعني وجود زي ما حضرت تفضلتي المستشار عمر مروان في هذا يعني اجتماع مجلس المحافظين على الساس طبعا بيعرض طبعا يعني عدد من البنود يمكن زي ما قال رئيس مجلس الوزراء بيتم وضع اللمسات النهية لقانون التصالح في مخالفات البناء عشان طبعا يتم تقديمه للمجلس النواب خلال الدورة اللي هو هيتم عقدها إن شاء الله وبدايتها طبعا مع بداية يعني أكتوبر المقبل هناك طبعا عدد كبير من يعني الأمور اللي هي ما كانتش داخلة فيه يعني القانون السابق هيتم دخوله فيه مثل هذا الأمر من ضمنها طبعا يعني التعدى على حقوق الارتفاق أو خطوط التنظيم أو موضوع الجراشات وما لذلك سواء برضو المنع في حد ذاته وأنا عندي مئة مليون مواطن يا فاند برضو ده يعني كان قرار صعب شوية أتمنى فعلا يكون فيه إصدار لقانون التصالح سريع يعني بخصوص هذه التعدلات اللي هو هيتم يجنعه في هذا القانون هتشمل كل المخالفاتهم وذلك احنا شوفنا يعني خلال الفترة الماضية كان تقدم لا يقل عن اثنين وثمانية من عشرة مليون يعني طالب تصالح فيه مخالفات البناء منها طبعا يعني واحد وستة من عشرة مليون مخالفة في القرى وواحد واثنين من عشرة يعني مخالفات في القرى أرقام مش بالقليلة طبعا يمكن الحكومة يعني أو المواطن سدد لا يقل عن 20 مليار جنيه من المتوقع يعني بعد إجراءه مثل هذه التعدلات الكبيرة والهدف هو صالح أنا عندي مشكلة في الوقت فأقول لي بس فريعا عن فكرة الكلام عن ترشيد الاستهلاك الكهرباء يعني ترشيد الاستهلاك فيه موضوع الكهرباء ده التلزام أو أن الحكومة بتلزم نفسها بعملية الترشيد ومنذلك ليس خوف يعني يعني مفيش كهرباء ومنذلك ده أنت لديك كدولة مصرية لديك فاقد ومنذلك يمكن لديك حوالي 45 ألف يعني ميجاوات ومنذلك يعني هناك فاقد لا يقل عن 10 ألف ميجاوات ولكن ده طبعا الحكومة المصرية ألزمت نفسها بعملية الترشيد ما ينفعش مثلا يكون الشارع فيه النهارة وستاذ أولفة بنشوف آه بنشوف ده حقيق ده على طرق السريع ده كمان الطرق السريع لها كم كيلو بقى وآلاف الكوات بنشوف وعشان كده جيه يعني حديث رئيس مجلس الوزراء باستمرار في مثل هذا الاجتماع وهو مجلس المحفظين هو بيذكر المحفظين بيحذر المحفظين ما ينفعش أنه هو يكون مثل هذا الأمر وخاصة لإيه المنع يتم مثلا يعني تخفيض أو عملية الترشيد وبالفعل وجدنا خلال الفترة الماضية هناك ترشيد بالنسبة لي الاستهلاك من الحكومة المصرية في المباني الحكومية والشوارع وحتى بالنسبة لي يعني عملية اللي يضاء لوحات الإعلارات وما لا زالك كل الشكر أستاذ حسن أبو خزيم والصحف المتخصص في شؤون مجلس الوزراء خلينا أقول رشيده في الشوارع زي ما أنتم عايزين لكن نرحموا البيوت لأن أحيانا بفيه ناس تعبانة بفيه التزام محتياج لكهرباء فخلينا نخفى المواطن على قد ما نقدر